زينا؟ هو يعني الرجال ما لهمش إلا الجزء السفل من المرأة يا أخي عنده أمور يا سيد الفاضل أنا عايز إجابة لو سمحنا يعني إحنا أطبعنا شعوانيين دماء الناس تسال ومقدساتنا مغتصبة وكل واحد عمال يجري وراء شهواته ونزواته ويقع في زينا إحنا اختصرنا الجواز في الجزء الجنسي بس طب هل يصبح معلش سؤال تاني هل يصبح الزواج الثاني مندوبا في حالة انقضاء مصلحة ولا لأ؟ ما فيش مندوب في الشريعة إطلاقا يعني لا يصبح مندوبا؟ على الشريعة أوعى حد يكذب على الشريعة أنا بقولك أنا وصف ثق مقارن على جميع المزايا طبا يعني حضرتك بتقول دلوقتي علشان بس أنا أفهم أشوف كده أنا فهمت صح ولا لأ حضرتك دلوقتي بتقول أن لو الراجل حيقع في الزنا ما قولتش أنا أنت أتأولني ما لم أفهم أنا عايز أفهم دلوقتي لما يكون معه امرأة أولى أي كيف يقع في الزنا إذا كان من البهائم والحيوانات؟ كويس وارد أن الست تكون مثلا غير مهتمة به في الشق ده تمام؟ في هذه الحالة معلش تخدني بس حضرتك على قد دعاء ليه علشان خاطر أنا عايز أفهم لا أنا مش عايز أبرر أنا عايز حضرتك تجيب على سؤالي هل إذا الرجل سيقع في الزنا يصبح الزواج الثاني واجبا أم لا؟ نعم أم لا إذا كان الرجل متزوجا يا سيدي الفاضل منهم أم لا؟ إسمعني واحد زي عشر يا أستاذ طيبور إسمعني الرجل اللي بفكر بدون دعاء واحد زي عشر طيب إسمع بقى لو سمحته رأي الشيخ عشان أعايز أقول لك حاجة مع الشيخ ستيبور تفضل يا شيخنا تفضل إذا كان رجل عنده زوجة وبعدين زي ما أنت بتقول وهيقع في الزنا هذا لا ينسب إلى بني آدم لا إلها إلا الله حضرتك برضو دلوقتي ما قلت ليش أيوة ولا لأ يصبح الزواج واجبا في حالة أن الرجل سوف يقع في الزنا السؤال واضح أنا عايز إجابة أو لا أو أنا هاخد الإجابة من حضرتك وأقول أمين عليها ما تقالت أيوة أو لا إسهم وتعلم طيب الأول فتتطور أن إنسان عنده زوجة وتقول لي هيقع في الزنا همان الفتي والنازل لما تزوج يبقي يعمليه يا سيد الفاضل أرجو حضرتك أنك تدل للناس هل يصبح الزواج أفاني واجبا في حالة أن الرجل سيقع في الزنا أم لا يا فندم قل لي لأ يا سيدي الفق قل لي لأ قل لي لأ ما يصبحش وجده لو سمعت بس يا أستاذ تايمور نسمع عشان نقدر بس نكمل كلامنا لو سمعت فضل اتفضل يا دكتور يا أختي الأخي ده أنا معرفش مؤهلت وإيه الأول تايمور اسمه تايمور نحن لسه متقابلين وإنت كنت شايفني لابي صبيض وبتقول لي هذا ملكاوي إحنا كنا مع بعض لصنس أداب وتربية قسم إنجليزي مدرس 14 سنة لا يا فندم الإسلام موجود في الكتب زي ما حضرتك بالزبط قريطة إحنا قريباها واشنا بمفهم مرضو كلامك لا أسمع بس الدكتور أسمع الدكتور كريمة تفضل يا دكتور من العلماء ايه احترم العلماء واحترم رأي الشريعة ايوة أنا حضرتك دلوقتي شيخ متخصص وطبعا على عيني وعلى راسي من فوق وأكيد طبعا بتفهم أكتر مني بس أنا كنت أعايز إجابة واضحة على السؤال ده علشان خاطر أنا أكون على بينا من أمري ايوة أو لا أبس انت بتسأل سؤال غريب رجل عند الزوجة بتقول لي هيقع في الزنا ده ايوة لا إله إلا الله يا فندي الإجابة وصلت للمشكور الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الشريعة الإسلامية طبعا يوصي بعد